السلام عليكم ورحمة الله وعلا وسهلا فيكم بقناتكم احلى مواقف الشترنج معكم اياد رضوان رح نشوف بهذا الفيديو مباراة جميلة جدا جدا ومباراة تاريخية وفيها شي غريب رح نشوفها بآخر القيم هالمباراة لعبة عام 1884 بالعصر الشترنجي الجميل طبعا هالمباراة بين لعبين اسمون ويليام بلارد وجوزيف فاقان هاي اسمون طبعا ما كتير مشهورين بهذا العصر كان في عننا يعني حركة استعراضية إنه اللاعب إذا كان حاسس بتفوق كبير يلعب بدون حصان وشفنا كتير مباريات لبول مورفي عم ملعب بدون حصان وأنا حللت لكم واحدة من هاي المباريات موجودة الآن بالقناوة الرابط موجود بالوصف طبعا مثل ما أنا شايفين هون اللاعب الأبيض عم ملعب يعني بدون حصان الوزير طبعا اللاعب الأبيض بلعب بدون حصان الوزير بفضله على حصان الملك لأنه حصان الملك يعني بيلزم أكتر فخلينا نشوف شو الليصان هون اللاعب الأبيض لعب E4 E5 F4 طبعا نقلة موفقة من اللاعب الأبيض ليش لأنك إذا عم تلعب بدون حصان لازم تعتمد على استراتيجيتين أولا اللعب الشرس والعدواني ولذلك اختار جانبيت الملك تانيا اختيار افتتاحيات ما كتير بتعتمد على حصان الوزير فلذلك هاي افتتاحية موفقة جدا افتتاحية شرسة وافتتاحية ما كتير بتعتمد على حصان الوزير فالآن EXF4 NF3 BE7 مهددا بكيش من الH4 BC4 BH4 G3 FXG3 وتبييد طبعا الهند الآن عم نلعب يعني خط نظري باعتبار أنه جانبيت الملك يعني في تجاهل وجود الحصان الآن النقلة الأفضل هي جي تيكس اتش أو النقلة دي فور لحتى يعني يبلش هجوم على هاد الملك الضعيف وفتح الأوطار ولكن هون اللاعب الأسود لعب نقلة سيئة وهي نايت اتش سيكس D4 تبييد اتش تيكس جي بيشوب تيكس جي ملك على الجيتو وعطينا الفيل الفيل برجع على الدي سيكس روك اتش وان مهددا الحصان وبالتالي أيضا اضعاف الملك الأسود QF6 E5 أعطينا الفيل والوزير طبعا ما في مشكلة هون لأنه في عنا كيش ولا إنقاذ القطعتين معا ملك على ال F1 نايت على ال F5 طبعا مهدد بكيش وشوكي على القلعة طبعا ما في مشكلة أنه يكسر قطعتين مقابل القلعة باعتبار أنه متقدم ماديا وتبسيط الموقف رح يكون لصالحه فلذلك اللعب الأبيض برفض العرض بلعبرك على ال G1 وعطينا الوزير الآن نايت على ال G3 على أي حال كيش الملك على ال F2 أيضا عطينا الحصان الحصان بروح على ال E4 مع كيش للملك الملك بيجي على ال E1 والآن أيضا اللعب الأبيض مهدد الوزير فالآن بيشوب على ال B4 كيش C3 وأيضا نشوف الوضع يعني صار خطير جدا وأفضلية عنا للاعب الأسود طبعا B-C3 وبشوب تيكس C3 مع كيش وشوكي على القلعة والملك الملك F2 عطينا الوزير فالوزير بروح على ال C6 مهددان الفيل والقلعة لسه تطحت التهديد اللعب الأبيض بلعب على D3 وبترك القلعة والآن بشوب تيكس روك و D5 طبعا لاعب الأسود ما فيها كل هذا لأنه أكيد في عنا كيش و رح يكون في عنا بالكيش رح يطير الوزير فلذلك هون الوزير بروح على ال B6 مع كيش الآن بشوب E3 عطينا الوزير وأيضا مهددان الفيل كوين على ال B2 كيش والملك على ال F1 والآن هون النقلة الأفضل هي الـ كوين على ال 8 ولا رح نشوف ليش ولكن اللاعب الأسود هون لعب النقلة F5 ليش لعب النقلة F5 خاف كتير من التهديد إنه يصير في عنا التضحية هي تضحية معروفة جدا والتقنية وبتكتيك معروف جدا كيش بتاكل بيجي الحصان كيش وبعدين بيجي الوزير لهون طبعا مستفيدا من وجود القلعة رح نشوفها يعني والتكتيك صاير كتير فلذلك هون لعب الأسود لعب النقلة F5 لحتى يسكر هاد الوتار طبعا ما كان في شي بيخوف النقلة كوين تيكس A2 كانت يعني بتوفي بالغرض لأنه الآن تضحية هون ما رح تفيد كتير لعب الأبيض كيش بياكل بكل بساطة نايت كيش الملك برجع بيجي لهون بده كيش مات فالنقلة كوين على البيون كيش بتفيده بحماية هاي الخانة الملك على الجيتو كوين على السيتو مع كيش الآن ينقلة بيشوب على الF2 الآن F6 ولاحظ يعني الدفاعات ممتازة مهددا الحصان وحامي الملك والوضع جيد جدا وافضليا عند اللاعب الأسود ولكن مثل ما هون لاعب الأسود يعني خاف ولعب نقلة F5 فالآن بيشوب على الD4 عطينا الوزير وعطينا الفيل طبعا فيل رح يسقط بسبب نقلة البيضق المتسرعة السابقة طبعا كمبيوتر هون بيقترح انه كسر فتعطين مقابل وزير هجوم اللاعب الأبيض تقريبا انتهى فالكمبيوتر بيقول أفضلي نائس خمس لللاعب الأسود شوية نقلات ورح ينتشر جناحه الوزير وخلاص رح يربح ولكن أيضا اللاعب الأسود حاب يحافظ على وزيره ويضحي بفيل فلعب الآن Queen takes A2 فالآن Bishop takes Bishop Queen takes D5 طبعا لاعب الأسود هون أيضا تسرع ماديا الكمبيوتر بيقول لازم تنشر جناح الوزير تلعب النقلة B6 بعدين البيشوب على B7 وتنشط الفيل ولكن اللاعب الأسود يعني طمع ماديا والآن يعني فقد أفضليته تماما الآن النقلة E6 ومهددا بأخذ البيضق G7 بالقلعة والفيل فلزال يكون النقلة G6 طبعا هون اللاعب يضلع بالنقلة E7 مهددا القلعة كان الأفضل والأفضل كثيرا أنه يلعب النقلة E5 لحتى يهدد بتضحية هون بالحصان مع هالأوتار المفتوحة طبعا هون مثلا إذا أكل هاد رح يصير في عندنا التضحية هون Knight X G H X G و Rock X G و Kish Mat رح يكون في عنا بعد عدة نقلات مثل ما نشايف و Kish Mat طبعا هون حتى لو ضح بالقلعة ما رح تفيد و رح يكون في عنا Kish Mat فهي الفكرة من نقلة الحصان الخارقة هاي ولكن لعب الأبيض ما شاف ولعب النقلة E7 طبعا أيضا هون الأفضل أنك تترك القلعة لاحظ أهمية انتشار جناح الوزير ومع ذلك اللاعب الأسود ما عم اسمع الكلمة ولعب النقلة روك على E8 وأيضا عرض النقلة E5 ما زال قائما ولكن اللاعب الأبيض هون لعب Queen على E وعم ملعب بطريقة تكتيكية مهددا أنه يجي الفيل على C4 ويربط الوزير فلذلك هون لاعب الأسود لعب Queen على C5 وهي كانت Blender وهي البلندر الأخير بالجيم الأفضل هون أنك تلعب النقلة B5 رح تفتح مجال الفيل ورح تبنع نقلة الفيل الأبيض على C4 طبعا الآن النقلة Queen C5 عطيت نقلة قوية جدا وهي Queen B2 مهددا بكشمات وطبعا هاي الكشمات ما إلى حل إطلاقا ولذلك هون لعب الأسود لعب النقلة روك على E7 واخد البيضق لاحظ الآن بهاي النقلة بياضق اللاعب الأبيض كلها طلعت برات الرقعة مقابل وجود سبعة بياضق سوداء يعني جيم أسطوري اللاعب الأبيض بفقد البياضق للثمانية كلها وبيحصل على كشمات طبعا في عنا كشمات بنقلتين وقف الفيديو حاول تشوفها طبعا بتوقع إنها سهلة جدا النقلة الأولى هون عزيزي المشاهد Queen H8 كيش إجباري الملك على F7 والآن G5 كيش مات طبعا دور جميل جدا إن شاء الله يكون عجبكم شكرا لكل الأخوة المتابعين اللي وصلوا لنهاية القيم وأحلى وردة للمتابعين دول نلتقي مجددا بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وإذا كنت غير مشترك بالقناة لا تنسى الاشتراك